السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزية طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة من كتاب الأضواء جيم من الوحدة السادسة على الدرسين الخامس وسادس هناخد حل صفحات الكتاب من دين تسعة وتسعين وتلتمية وأول سؤال معي بيقولي هنا تشوز اختر إذا كوريكت أنصر الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات اللي عندنا نومبر لهم بيقولي إذا نقط إذا بيرسون ده بيكون ده بيكون شخص يعني 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 في المطعم أو في الكفاية يبقى مين لوه بيقدم لنا في المطعم أو الكفاية ولا Carester ولا bolbar ولا ولا يا اللي هو اللي عامل طبعا ويتر الجرسون هو اللي بيقدم فيه بيقدم للاشخاص في المطعم وفي الكافي ويتر اللي هو الجرسون رقم اتنين هل تريد بعض المين نقط مع المكارونة طبعا عايز ايه كنافة ولا صلات اللي هي الصلاتة ولا بسبوسة ولا شجر السكر طبعا اللي تقدم مع المكارونة ممكن نقول ليه ايه الصلات الصلاتة رقم ثلاثة هذا الكتاب بيكون جيد يعني مثلا بيقول هنا انها تقول ان الكتاب بيكون ايه يعني رائع طيب عندي هنا قيمة مشتريات ولا مينيو قيمة طعم ولا ويتر والجرسون طبعا المقالة النقضية المقالة النقضية دي بتقول بتكون جيدة لان بتقول ان الكتاب ده بيكون ايه جيد المقالة النقضية الكتاب ده بتكون جيدة تمام بتقول ان الكتاب بيكون ايه رائع رقم اربعة نقاط يعني اللي هو الشباك بتاع الغرفة ممكن تشوف النهر لو انت تنظر ولا سي يرى ولا ويتش يشاهد يعني تنظر من لو انت شفت او بصيت كده من الشباك تمام شباك الغرفة اللي هو انت تستطيع ان ترى هتشوف الايه هتشوف انه اسمها ايه تنظر كده لخارج من الشباك رقم خمس تمام اللي هو اللي هو اللي هو اللحمة على النار مستوية مع الخضار ده اسمه اليخني تمام فور ولا باي ولا اون ولا تو طبعا لواجبة الغداء يبقى فور ايه فور لانش فور لانش رقم ستة الجرسون اعطاني الجرسون ايه اعطاني يعني عشان اختار عشان اختار الطعام اختار الطعام من ايه لستة قيمة مشتريات وقيمة اسماء بوك ها يديني كتاب اختار منه الاكل ولا منه اللي هي قيمة الطعام اللي بتحط في المطاعم ولا ديش ها يديني طبع عشان اختار منه الاكل طبعا ها يديني قيمة الايه منيو اللي هي قيمة الايه الطعام عشان اختار الواجبة اللي انا هتناولها او المشروب اللي انا هاشرب رقم سابع بيقولي هنا there are lots of كافيهات يوجد كتير من الكافيهات to not from to stay عشان تقيم ولا كاتش يلحك ولا تشوز تختار ولا تشيز اللي هو يطارد طبعا موجود كافيهات كتير ممكن ان انت ايه تختار منها يبقاتو ايه to choose عشان تختار منها choose يعني ايه يختار رقم تمانية the tomato pizza pizza tomato has a good بتكون ايه جايد ايه test لها ايه لها ايه جايد test لها مذاق جايد ولا test اختبار ولا test اللي هو العش test اللي هو المحمص ولا test لذيذ طبعا لها مذاق جايد يبقى has a good test لها مذاق جايد هنا لذيذ ده صفة يبقى لها ايه a good test لها مذاق ايه جايد تمام رقم تسعة i'd like to eat a tomato and cheese انا بحب ان انا اكل ايه طماطم وايه وجبنة البتزا بقى بالطماطم والجبنة ولا جوس عصير بالطماطم والجبنة ولا سوب شربة بيهم ولا bread خبز بالطماطم والجبنة طبعا بحب البتزا بالطماطم والايه بحب البتزا بالطماطم والجبنة تمام رقم عشرة بيقول لي هنا ايه هل يجب ان احنا نأكل نقط or meat four دينار او لحم على الايه على وجبة العشاء جوس نأكل عصير ولا لحمة طبعا دي مش وجبة طبعا ولا ايه شاي ولحمة ولا كافي اهوة ولحمة ولا تشيكن ممكن نحنا نأكل ايه دجاجاج ولا لحمة على وجبة العشاء لازم ايه بكون الكلام اما دوافقه بتكلم عن وجبة ما عرفش ان انا اجيب اي مشروب مع الوجبة لان اصلا جوس وتي وكافي دول ما بيتأكلوش دول بيتشربو رقم 11 انه كان نقط يعني ايه بيشاهد القوارب في الماء بيتشربو انه كان ايه تربو الفضيع ان انت تشاهد القوارب في الماء ولا ايه بيشربو ايه مريع ومرعب ولا اجلي قبيح طبعا منظر القوارب في الماء بيكون بيكون رائع رقم 12 بيقولي هنا اقرأ المقالة النجدية دي اللي هي مقالة نجدية مقالة نجدية عن حاجة كده بتقولي رأيها في كتاب رأيها في شخص معين مسلا دي بيقولي بقى اقرأ هذه المقالة النجدية evalu لو انت تريد ايه شور يعني ايه قصد انت هيت تأكد ذات 11 لو انت عايش تتأكد ان الكافيدة بيكون يعني ايه اميزن يعني خيالي لو انت عايش تتأكد انه متهش او خيالي ايه أرى المقالة النجدية دي الكافيدة مكتوب عنه مقالة نجدية في حد ايه رأيه فيه فا قوله قراها لو انت عايش تتأكد تتأكد يعني هاف شور ولا تيك يأخز ولا دو يفعل ولا ميك طبعا ميك شور بمعنى ايه بمعنى يتأكد ميك شور جايب لي بعد كده صفحة 300 برضو اسئلة اختيارات نمبرون بيقول لي هي اجاب از اه نقط ان في مسخوتل هو عايزين نقول هنا هو بيشتغل اه وظيفة ايه في اه مطع في فندق في مسيا المشهور في فندق مشهور في مسخوتل الشيف بيشتغل شيف او رئيس طهو ولكن استمر بيشتغل زبون طبعا هي تك اجاب يعني حصل على وظيفة حصل على وظيفة ايه كشف ولا ولا اللي هو الزبون ولا سيلر بائح ولا سوا طبعا الوظيفة هنا اللي هي ايه الوظيفة في فندق اللي هي اللي الطباخ او رئيس طهو رقم اتنين اختين اه بيحبوا ايه بيكوز لانها حلوة ايه بقى اللي حلو فش السمك ولا بزبوسة البزبوسة بتكون حلوة ولا بيبر الفلفل اللي احمر والاخضر اللي هو من الخضار ده ولا اللي هو اللي هي البسط طرمع قال لي حلو وحدد لي هنا قال لي ايه بيكوز لانه حلو طبعا اللي هي الايه البزبوسة رقم ثلاثة يقول لي هنا we went to a good احنا زهبنا الى ايه جيد to have chicken and pasta عشان نتناول مكرونة ودجاج يبقى هنا روحنا للمدرسة ولا كافي ولا روحنا للمستشفى ولا اوفيس المكتب طبعا روحنا لكافي عشان خطر ايه يتناول البسطة والتشيكن اللي هو التجاج رقم اربعة بيقول لي هنا ايه و بي ايه بي ساعد بيقول what does your that look not? طبعا معدس بيجي لي ايه بمعنى يشبه قال له his tool and thin هو طويل وثاني يعني ايه نحيف طويل ونحيف طبعا معدس بيجي لي هنا look ايه look as ولا as يعني k ولا forward اللي هو امامي ولا like ولا after بعد طبعا look after بمعنى يعتني احنا عايزين look like بمعنى يشبه معدس بيجي لي look like بمعنى يشبه ببكشبه ايه او شكله ايه قال له هو طويل و ايه ونحيف بيكمل لي هنا سورة رقم خمسة بيقول لي اذا نقاط is very high بيكون عالي جدا او مرتفع جدا I can't climb it انا لا استطيع انا اتسلكه ما قدرش اتسلكه ول الحائط ولا ول الصوف ولا هول الحفرة ولا آآ ولا هول اللي هو الكل بمعنى الكل هنا هول حفرة لكن هنا هول بمعنى الكل وهول الصوف طبعا الحائط او الجدار ده بيكون عالي جدا مش عارف اتسلكه ورقم ست اه نقاط is one who helps other people الشخص ايه الصديق ايه هو اللي بيساعد ايه الاخرين other people يعني الاخرين الشخص ايه اللي بيساعد الاخرين بادة الشخص السيء اللي هو الوقاء او الحقيقي او اللي هو الجيد قبل القبيح الفضيع او المريع طبعا هنا عندي اللي هو الصديق الحقيقي الصديق الحق او الحقيقي تمام هو اللي بيساعد الاخرين رقم سبعة وين وي سات انذة لما جلسنا على الترابيزة سات يعني عرض علينا ايه دايجرام دايجرام اللي هو رسم توضيحي بوستر يعني ملسك لست قيمة اسماء مينيو قيم الطعام طالما احنا في مطعب نتكلم عن الطعام او في كافي لازم نتكلم ايه عن مينيو القيمة اللي هي بتاعة الاطعمة والمشروبات رقم تمانية يولي هنا اي لاف ذا نقط اوف صلت انا بحب ايه للسلطة تمام تست اختبار تست اللي هو الايه المزاق تست اللي هو ليش تست الناشف المحمس ولا رول اللي هو القعدة تمام ايه يبقى هنا انا بحب الايه التست اوف صلت اللي هو المزاق بتاع السلطة بحب طعمة يعني رقم تسعة ممكن تنتظر قليلا ايهاف اناثر نقط ااد ذا مومنت اذه مومنت يعني ايه ااد ذا مومنت يعني في تلك اللحظة ايهاف اناثر ماشي بيقول ممكن تنتظر قليلا طبعا هنا هنا بيقوله هل تستطيع انت تنتظر قليلا تمام? يبقى هنا اللي هو الجرسون ولا اللي هو الزبون ولا البائع ولا اللي هو العامل. يقول ممكن تنتظر قليلا انا عندي زبون تاني في تلك اللحظة. يعني زبون. رقم عشرة. يقول هنا اللي هي التحلية. دي التحلية المفضلة بالنسبة لي. يبقى ايه هي التحلية المفضلة بالنسبة لي كابينتا? ده نوع من السمك. كنافة ولا تاجين? ده نوع من الاكل المغربي او تاجين مغربي كشري واجبة مصرية. لكن ايه هي اللي تحلية? طبعا الكنفة هي اللي تحلية. رقم عشرة. حد عشر. بيقول هنا وي مصد انه يجب علينا نحنا نتأكد. ان ده لم يحدث مرة ثانية. ها بناجين يعني يحدث مرة اخرى. لازم نتأكد ده مش هيحصل مرة تانية. نتأكد يعني ايه? هاف شور ولا جيف شور يعني دي يعطي دو يفعل. طبعا ميك شور نتأكد. لازم نتأكد ان ده مش هيحصل مرة تانية. رقم اتناشر. اد ذراسرا في المطعم. تمام? اي هاد ماي فيوريت انا اتناولت ايه المفضل بالنسبة لي اللي هو الكشري. الكشري ده ايه? مادة دراسية. ولا ميل دي وجبة? ولا ماي اللي هو الميل? ولا الديزيرت دي تحلية. طبعا هو طعام لكن مش تحلية هو وجبة. انا تناولت الوجبة المفضلة بالنسبة لي في المطعم اللي هي وجبة دي ايه? الكشري. كده حبابي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا يا رب انه لقع اعجابكم. اشكركم على الحسن استماعكم. واتمنى امتبعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.